أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوث الإقلابية على محافظة الجوف وفاد المركز العلامي للجيش الوطني أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شرق منطقة بئر المرازيق بالمحافظة وتواصل قوات الجيش والمقاومة أو بإسناد من مقاتلات تحالف دعم شرعية تحقيق الانتصارات وتحرير المساحات الواسعة من الأرض واستعادة المواقع الاستراتيجية بدأنا من معسكر الخنجر الاستراتيجي شمال الجوف حتى المرازيق شرق المحافظة